تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من توب 5 اللي بيجيكم مني أنا محمد عوات كل يوم ثلاثة وعبر قناة سيرفي سبورت الأكتر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى عشان هيك دائما بقولكم تشتركوا فيها حلقتنا اليوم عن اليورو اللي خلص قبل يومين اليورو اللي تتوجت في إيطاليا في ويمبلي على حساب إنجلترا بلا كنات الترجيح حلقة 2 يوم توب 5 خاصة جدا بالمنتخب الإيطالي توب 5 على اللحظات أدت بشكل أو بآخر لتتويج إيطاليا أثناء مشاهدة هذا الفيديو دائما بقولكم تتركوا لايك لو عجبكم وكمان لو ما عجبكم تتركوا لايك لأنكم إصحابي في عام 2018 كان فيه كارثة بإيطاليا المنتخب الإيطالي ما بيتأهل عك أس العالم كانت قصته بتشبه قصة رجل عظيم فيه فيلم وانتهت بوفاته كانت إيطاليا مش عم تلعب رغم إنه المونديال فيه 32 منتخب يعني مين منتخب متوسط عم بيتأهل لك أس العالم وإيطاليا ما تأهلت بشكل صادم لمستوى أخبارها كان ناقصها بس موسيقى فرقة رقصة الموت عشان الناس تحزن أكثر وأكثر عليهم خلونا نبدأ بخمس لحظات حسمة أمور إيطاليا حسمت وأدت إلى فوز إيطاليا باليورو اللحظة الأولى والمهمة جدا 14 مايو قد 2018 إيطاليا بتعلم تعين روبيرتو منشيني البعض متخوف البعض عنده مسألة إنه هالمدرب والله مش مضمون شخصيته قوية زيادة عن لزوم ممكن يعمل مشاكل لكن هذه الشخصية القوية وعدم المجامل وصناعة فريق والرغبة بالانتصار أدت بشكل أو بآخر إلى فوز إيطاليا بلا منازع بيورو 2020 منشيني حسب صحيفة ميرور تقريبا ضحب أكثر من 10 مليون يورو بفارق عقد ما بين زينة بيترس بيرل ومنتخب إيطاليا اللي رح يدربه منشيني ما اختار أبدا على الشهرة ما اختار أبدا على النادي اللي بتلعب فيه اختار فقط بناء على أساس أنت مفيد بمركزك ولا لا أنت منسجم مع المجموعة ولا لا ومنشيني أكيد سبب من أسباب التتويج باليورو أما اللحظة الثانية المهمة فكانت لحظة صعود بعض الفرق بإيطاليا بشكل مفاجئ بنتكلم عن ساسولو أطلنطا وكل بعض يقول لي شو أطلنطا يعني شو ساهمه هقول اسمي نازولا اتطور بفترة نهضة أطلنطا الجديدة هنحكي أعطوا الفريق عمق بالتشكيل بالسيناتولوي لكن ساسولو أيضا أعطاهم بيراردي أعطاهم لوكاتيلي هذه النهضة والتوزيع الفرق الخامس والسادس والسابع والثامن بإيطاليا أخطت لعبين للمنتخب ما كان عم ينعطوا بالفترة الماضية من هدولة الأندية أعطت لعبين شباب حابين يروحها لعندي أكبر حابين يثبت وجودهم وأكيد ساهمت بالتتويج أما اللحظة الثالثة فهي اللحظة الانتقال كيازة ليوفنتوس يعوان أنت بتشجع يوفنتوس عشان هيك عم تحكي هذا كلام لا لأنه كيازة كان بي في روتينة لعب ممتاز لكن كان مش متعود أنه يكون عليه ضغط يفوز بكل مباراة الضغط يلعب بكل مباراة راح على اليوفي ما ماشى الموسم صح بس عاش الضغط عاش اللحظة اتقدموا بأكثر من مرة كان الناس عم بتشوف كيازة كواحد من أهم اللاعبين في الموسم لليوفي وكثير ناس بتشوفه أفضل لاعب بموسم يوفنتوس كيازة تطورت شخصيته هناك صار أقوى صار مطالب أكثر إنه يأثر ويصنع فارق هذا الشيء لما كان في المنتخب الإيطالي أثر علينا راح للمنتخب الإيطالي بعقلية لعب اليوفي مش بعقلية لعب فيورنتينا وأكيد هذه اللحظة كانت حاسمة بمساهمة كيازة أمام النمسا بمساهمته أمام إسبانيا وبأداءه بالنهاء الشجاع لما إيطاليا كانت عم تتراجع كان كيازة عم بيحاول واللحظة الرابعة اللي ساهمت ألبرد بتتويج إيطاليا باليورو فهي إقالة فرانك رامبر وتعينته خير طبعا الموضوع واضح متعلق بجورجينيو اللاعب اللي بعض الصحف الإيطالية بتقول لك أعطوه الكرة الذهبية بسأعتقد سباق الكرة الذهبية الحسم بلحظة تتويجي الأرجنتين بكوبا أمريكا جورجينيو مع لمبرد كان مرة أساسي مرة لا مرة يغير مركزه مرة لا كان دقائقه قليل المباريات اللي كملها قليلة جدا واللعب بدأ يشوك بنفسه وبدأ في كلام كثير جورجينيو رح يغادر تشيلسي جاء توخل بنى فريق مختلف فريق منظم فريق عبقري فريق بقوم على كرة القدم الحقيقية اللي صنحها دولاس توخل هون جورجينيو استعاد الثقة بنفسه استعاد تأثيره وفاز بدوري أبطال أوروبا واجه على اليوروب بعقلية بطل دوري أبطال أوروبا بعقلية اللاعب المهم واللي أثبت انه مدربه السابق كان على خطأ بلا نقاش كان جورجينيو من أهم لاعبين إيطاليا في التتويج ضيع ركل الترشيح نعم في النهائي لكن كأداء كضبط كوضع ضغط كتغيير نوعية كرة القدم الإيطالية جورجينيو أساسي 100% أما اللحظة الخامسة واللي ما إلها علاقة بإيطاليا أبدا واللي بنطبق عليها مصائب قوم عند قوم فوائد وفهي تقريبا أهم لحظة من اللحظات الخمسة لحظة تأجيل اليوروب لو كان اليوروب 2020 كثير من لعبين إيطاليا المميزين الآن ما كانوا متطورين لهذا الشكل على سبيل المثال نتكلم اسبينا زولا اللي استعادوا سواه كثير معروما السنة الماضية بعد ما عمل علاج لأسنانه حسب قوله لوكاتيلي والنهضة الأكبر والأفضل مع ساسولو كيازة تطور بالشخصية حتى إنسيني أحسن كان في موسم الأخير من الموسم اللي قبله جورجينيو استعادته في كثير لاعبين تطور باريلا مثلا عودة باريلا إنه صير لعب مهم بلوتي كيليني نعرف إنه في فترة المفترات أساسي مش أساسي هادولا قدام مع وجهو الديليخت كل شي أتغير بإيطاليا فعليا ربما إيطاليا ما توجد فيه لو كان في اليورو ساعة 20-20 ربما ما كان فيه الرسالة اللي حاول اللعبين إيطاليا لوصلوها لجماهيرهم أنتوا عانيتوا بزمن كورونا ومنذكر المقطع واللقطات المؤثرة ما كان فيه مهم إنسانية عم بلعبوا عليها بجانب المهمة الرياضية تأجيل اليورو 100% من اللحظات اللي خلتنا نشوف إيطاليا بطل يورو 20-20 ألف مبروك لإيطاليا هارد لك للمنتخبات كل هالأخرى اللي شاركت وعلى رأسهم إنجلدرا ومذكركم تشتركوا بقناة سيلفيسبوت على اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة